في وقت تنتظر فيه مناطق عدة في السعودية التأثر بموجة من الأمطار الرعدية وذلك نتيجة لبداية تشكل منخفض جوي فوق الأردن وتطور حالة من عدم الاستقرار الجوي بدأت الحالة الماطرة تأثيرها على أجزاء منطق التابوك وأنباء عن تشكل السيول في بعض المناطق نهار السبت قد أظهرت صور الأخمار الاصطناعية ملتقطة عصر السبت تطورا عنيفا للسحب والمعاني البروق على نطاق جغرافي واسع من غرب منطقة تابوك ويتوقع بمشيئة الله أن يتوسع تأثير السحب الرعدية الماطرة اعتبارا من ليلة السبت الأحد على أجزاء واسعة من شمال غرب البلاد والمنطقة الحدودية الشمالية والسواحل الشمالي للبحر الأحمر مثل محافظات ضبا والوجه وحقل واعتبارا من نهار الأحد يتمركز المنخفض الجوي شرق الأردن ويدفع بجبهة باردة نحو منطقة البحر الأحمر والمنطقة الحدودية الشمالية تتمتد الأمطار الرعدية الغزيرة نحو السواحل الوسطى للبحر الأحمر لتشمل بذلك ينبع ورابغ وإملج وتكون الأمطار مترافقة مع حدوث العواصف الرعدية ونشاط الرياح والتي قد تصل سرعة هباتها إلى أكثر من 60 كم في الساعة وهو الأمر الذي سيعمل على حدوث اضطراب كبير في أمواج البحر الأحمر كما تصل تأثيرات السحب الرعدية الماطرة بمشيئة الله إلى أجزاء واسعة من منطقة المدينة المنورة وخلال ساعات ليلة الأحد الأثنين يبدأ تأثير الحالة الماطرة بمشيئة الله على مدينة جدة وما حولها إضافة إلى أجزاء من المشاعر المقدسة كما يشتد تأثير الحالة على المدينة المنورة ويمتد تأثيرها أيضا بعيدا نحو حائل والجوف وذلك خلال ساعات ليلة الأحد الأثنين في ساعات فجر وصباح الأثنين تصبح تأثيرات الحالة الماطرة قوية على مدينة جدة حيث يتوقع مشيئة الله تأثرها بعواصف رعدية قوية أحيانا ويتسبب ذلك مشيئة الله في تساقط غزيرا للأمطار كما يستمر تأثير الحالة فجر وصباح الأثنين على المشاعر المقدسة خلال بقية ساعات نهار الأثنين تندفع الأمطار المرافقة للإطراب الجوي تدريجيا نحو السواحل الجنوبية للبحر الأحمر مثل الليث والقنفذة ومرتفعات جنوب غرب البلاد وأجزاء من الطائف من جهة في حين تمتد التأثيرات بشكل أضعف نحو شمال شرق المملكة وشمالها على شكل زخات متفرقة من الأمطار نهار الثلاثاء تبقى تأثيرات الحالة الجوية متمركزة حول جنوب غرب البلاد كما تمتد رقعة التأثير بشكل ضعيف نحو المنطقة الشرقية والوسطى من المملكة بما في ذلك أجزاء من العاصمة الرياض وغالبا ما سيكون التأثير على شكل تكاثر للسحب وتزايد فرص حطول زخات متفرقة من الأمطار هذا والله تعالى أعلم كان معكم عمر الدجاني من موقع تخص العرب من مدينة جدة